عمت حالة من الفرحة المواطنين في محافظة بن سويف خلال أداء صلاة عيد الأطحى المبارك وشاركت مؤسسة حياة كريمة المصلين فرحتهم وسعادت في تنظيم الصلاة في ساحة عمر بن عبد العزيز لتخرج بأفضل شكل ممكن سعادة غامرة وفرحة لا توصف هكذا كان حال المواطنين في محافظة بن سويف خلال صلاة عيد الأطحى المبارك ففي ساحة عمر بن عبد العزيز شاركت مؤسسة حياة كريمة المصلين فرحتهم في العيد وساعدت في تنظيم الصلاة في الساحة لتخرج بأفضل شكل ممكن لحوم الأطحية سيتم توزيعها على أهلين الأكثر احتياجا في كل مراكز بن سويف والنهاردة عقب صلاة عيد الأطحى على طول كنا بنشارك أهلين برضو بفرحتهم بعيد الأطحى بتوزيع الأطفال مجموعة من الهدايا البسيطة وكل سنة وكل أهلين في مصر وكل الرباحة بكل خير وبصحة وبسلامة النهاردة حرصنا أننا نكون موجودين مع المواطنين في احتفالية عيد الأطحى دينا لهم هدايا بسيطة بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين شاركناهم فرحتهم ردود الفعل الحمد لله كانت كويسة ما شاء الله العدد كبير جدا هنا قدام مسجد عمر بن عبد العزيز مبسوطين مع الناس بنشاركهم فرحتهم فرحين بنا وفرحين بمتطوعنا وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة للمصلين إلى أن هذا الزحام لم ينتج عنه ضوضاء بل امتزجت كل الأصوات في صوت واحد ورددوا جميع التكبيرات التي امتلأت بها الشوارع لسه أنا وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مباركة على الجميع بنحبين نشكر حياة كريمة النهاردة على وجودهم كلهم وكلهم ناس محترمين وقاموا باللازم ووزعوا هدايا على الأطفال وفرح الناس كلها بنحبين نشكر النهاردة حياة كريمة طلعوا عمرها مشرفونا كده ومنورونا في كل عيد ودايما بيوزعوا هدايا وبيفرحونا وما فيش عيد ما سابوا ناس فيه عنه وبعد انتهاء الصلاة قام متطوع حياة كريمة بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال لإطفاء البهجة عليهم وحرس المصلون على تبادل التهاني والتقاط السور التذكارية مع الأهل والأصدقاء توثيقا لهذه الأوقات التي لا تنسى وتوثيقا للاحتفال بالعيد المبارك